أمام سانداونز مباراة لا تحتمل الإسمة على اتنين يعني الخسارة والتعادل فيها زي بعض ما قدمناش غير المكسب وخصوصا الحقيقة وأنا هكون صريح مع خضراتكم أنا من بداية بطول الدولي الأبطال توقعت أن المنافسة في المجموعة دي هتكون بشكل واضح بين الأهلي و سانداونز مين أول مين تاني ده بقى يحددوا سير المطشاط لكن الحقيقة لما قالوا لي المريخ أنا كنت دائما بتفرجع على مطشاط الهايلاتس بالنسبة للمريخ والهلال لما قالوا لي المريخ السوداني فرق أغير أنا بطلت أتابع الفرق الحقيقة وبطلت أبص وأدور لها الفرق الحقيقة فرقة محترمة جدا وفرقة بجد تخوف واللي يزود من أحساس صعوبة المباراة أنه الدوافع عند المريخ بقت موجودة بقوة لأنه لو حقق نتيجة في المطشن اللي جايين مع الأهلي الجولة الثالثة والجولة الخمسة يعطلوا النادي الأهلي فرصة تبقى كبيرة جدا في التأهل هنا بتكلم على الدوافع وفي كرة القدم الدوافع بتلعب وليها مفعول السحر بتلعب دور كبير جدا 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 فعشان كده بقول المطش اللي جاي بالتأكيد صعب من السهل بس احنا في النهاية قدها والأهلي لو لعب بشخصيته ولو حاضر بتركيزه وحاضر بشكل فني وبدني جيد أعتقد عنده قدرة كبيرة جدا أنه يتخطى المريخ والهلال وسان داونز وصدقني لو قلتلك كمان ويتخطى أي فريق بيلعب في دوري الأبطال عندنا كلام كتير النهاردة عندنا كمان طبعا فقرة جي بي أس عندنا كلام عن الكرة العالمية عندنا كلام عن المسلماني ومش عايزكم تشغيلوا بالكو يعني أنا بتهالي الأهلوية النهاردة درسمت دروس التاريخ اللي أثبته في أكتر من مرة تجارب كتير جدا عدت علينا كأهلوية علمتنا كده أنه يبقى من يبقى ويرحل من يرحل يعني ما تفرقش معانا كان جهاز فني كان لعيبة الأهلي ما بيفرقش مع أحد والبطولات لن تتوقف على أحد مشي أساطير مشي مانويل جوزي هل الأهلي بطل ياخد بطولات بالعكس نحن مانويل جوزي خدنا ثلاثة أفريقيا واحد كونفدرالية وخدنا اتنين برونزيت عالم مشي لعيبة كتير جدا بدون ذكر أسماء يعني أنا ما بقيتش فاكرهم وكلهم توقعوا يعني أنه لما يمشوا بيلوا دراع الأهلي أو بيلوا دراع جمهين النادي الأهلي وأنهم أكبر من نادي الأهلي ومنهم ممكن يحققوا مجد بره أسوار النادي الأهلي ورغم ذلك أثبتت تجربة أنه النادي الأهلي ما يقفش على حد مشي أتأسماء كبيرة جدا وما زالت بطولات الأهلي وإنجازاته مستمرة حتى اللحظة اللي يفضل مع الأهلي أهلي وسهلا الجماهير تفتح لقديها والنادي بيرحب اللي يشترينا بنشتريه واللي بيبيعنا في ثانية كده ما بيفرقش معنا وكل واحد عرف مصلحته على كل أحوال خلينا نتكلم في التفاصيل بتاعت الحلقة بس بعد ما نبدأ حلقتنا بأهم الأخبار والعنوين وفكركم